تعاني أربع دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن ونيجيريا وجنوب السودان بانتفاق من عدم الأمن الغذائي الأمر الذي يعرض حياة الملايين للخطر بحسب مقالة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لاغوك في وثيقة سلمة الجمعاء لعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر المسؤول الأممي أكد أنه يتوجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة تحذير مجلس الأمن في حين أصبح الخطر منتشرا على نطاق واسع كما هو الحال في الولدان الأربع لاغوكي قال إنه في الكونغو الديمقراطية يعاني أكثر من 21 مليون شخص من أزمة غذائية أو يشهدون مستويات من انعدام الأمن الغذائي كما حذر لاغوك من أن الخطر في اليمن يعود ببطء مارك لاغوك أوضح أن عدة ولاية بنجيريا ظهرت مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي وأنحاب اللئمة على الجماعات المسلحة لافت أن نيلانا جنوب السودان أيضا يشهد تدهورا سريعا للوضع منذ مطلع العام خاصة في مناطق إدارية كبرى نتيجة العنف ولاجمات المتعمدة ونقص التمويل كما أشارت الوثيقة التي عادها المسؤول الأممي لأن هناك مؤشرات رئيسية سلبية تدل أيضا على تفاقم عدم الأمن الغذائي في الصومال وبوركينافاسو وأفغانستان وبحسب مساعد الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لاغوك فإن أنعدم الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات تحليا متفاقما بشكل أكبر بفعل الكبارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية والأزمة الصحية والتي اشتدت كلها بسبب فيروس كورونا مضيفاً هذه العوامل مجتمعة تعرض حياة الملايين الخطر